دكتور الشتة ده مخبلنا ايه? احنا بنحب الشتة وبرد الشتة وسقعية الشتة والجو الحلو اللي بيبقى موجود في الشتة احسن من الصيف والحر والعرق بس بنبقى خايفين حيامل فينا ايه الشتة؟ الحقيقة خلينا اقول انه برغم التغيرات المناخية اللي في العالم الا ان مصر مازالت يعني مفيش كوارث والحمد لله يعني بفضل الله ان احنا ما عندناش كوارث مناخية ما عندناش سيول ما عندناش امطار غزيرة وده بيأكد انه مصر بمناخها وبغرافيتها يعني شيء عبقري هذا المكان وهذا الزمان وبالتالي بنقول انه ليه السنة دي فيه الناس عندها تخوفات من فصل الشتة على اعتبار ان فصل الصيف جي حر جدا وكان اكبر درجات حرارة على مستوى العالم جاءت في فصل يوليو الماضي على مستوى العالم وبالتالي الناس بتتوقع ان يكون الشتة هو رد فعل طبيعي لهذه الحرارة العالية اللي جاءت في شهر سبع الحقيقة فيه ظهرتين او نقطتين مهمين جدا قد بالفعل يخلوا الشتة السنة دي يمكن ابرد شوية من العام الماضي او من سنوات ماضية اول حاجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط يعني الشهر اللي فات تقريبا سجل في منطقة الشرق الاوسط اعلى درجات حرارة للمية على مستوى سنوات طويلة ماضية طبعا ده درجات الحرارة الزيادة اللي بتيجي على مية البحر بتزود البخر وكمان بتعمل المنخفضات الجوية اللي بيعمل المشكلة عندنا او حتى على مستوى العالم المنخفضات الجوية المنخفض الجوي بيسمح بجلب امطار شديدة جدا وسيول وامطار شديدة جدا وبالتالي في المنطقة الشرق الاوسط او المنطقة الساحلية قد تشهد امطار بالفعل شديدة نتيجة زيادة درجات حرارة البحر المتوسط على مستوى يعني مقارن بعدة شهور وعدة سنوات سابقة دي الظاهرة الاولى الظاهرة التانية ظاهرة النينو واحنا يمكن هذه الظاهرة بتظهر من كل اربع الى سبع سنوات السنة دي موجودة عندنا وبدأت في شهر سبع الماضي ومستمرنا معانا حتى شهر ابريل القادم هذه الظاهرة باختصار السواحل اللي عند استراليا في المحيط الهادي المية بتسخن وبتتحرك نحو امريكا الجنوبية في هذه الرحلة الطويلة بتطلع كميات كبيرة من بخار المية وكميات كبيرة من الامطار بتضرب سواحل امريكا الجنوبية وتؤثر على العالم لمدة قد تتعدى عشر شهور قد تبقى في مناطق جفاف وفي مناطق بتبقى فيها امطار وسيول درجات حرارة مختلفة فهذه الظاهرة ايضا قد تكون عامل من العوامل الذي يؤثر على الطقس والمناخ خلال الشتاء القادم في مصر اللي احنا بنبدأ فيه جغرافيا اليوم النهاردة 21-12 فبنبدأ فيه بالفعل وفعلا الجو النهاردة يمكن ابرد يعني عاوز يقول لنا ان احنا فعلا نبتديت الشتاء النهاردة فدول يمكن الظاهرتين اللي ممكن بالفعل يأثروا على الطقس خلال الفترة القادمة في فصل الشتاء اشتركوا في القناة